اهلا بكم مجددا تواصل قوات نظام الاسد محاصرة درع البلد وترسل تعزيزات عسكرية باتجاه حي السحاري وحاجز حميد الطاهر على مدخل حي درع البلد من جانبها قالت اللجنة المركزية ان الاجراءات العقابية التي يفرضها النظام على المحافظة سببها موقفها من الانتخابات الرئاسية التي عقدها النظام شهر ايار الفائت يتزامن ذلك مع دعوات اطلقها ناشطون الخروج في مظاهرات مناهضة لانتهاكات النظام في المحافظة اجواء معقدة ومشحنة وحصار تفرضه قوات نظام الاسد على درع البلد بعد ان رفض اهلها ووجهاؤها الانصيحة لاوامر روسية بغية تسليم جميع اسلحتهم الفردية مقابل اخراج الميليشيات التابعة لاجهزة النظام الامنية من احياء المدينة قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة باتجاه حي الصحاري وحاجز حميد الطاهر على مدخل حي درع البلد ورفعت السواتر الترابية في محيط حواجزها ونقاطها في تصعيد لا يبدو انه سينتهي في ظل الحديث عن مفاوضات ومقترح روسي للوصول الى تهديئة وحل نهائي على خلفية مقتل احد ابرز العناصر التابعة لميليشيا حزب الله في المنطقة اللجنة المركزية في حي درع البلد اعتبرت ان الاجراءات العقابية التي يفرضها النظام على المحافظة تأتي في اطار الموقف المعارض للانتخابات الرئاسية التي عقدها النظام في السادس والعشرين من شهر ايار الفائت وان المطالب الروسية ترمي الى زعزعة الاستقرار ومحاولة كسر ارادة اهل المنطقة ناشطون يعتبرون ان النظام يحاول التأليب حليفته موسكو على درع البلد التي تعتبر المنطقة الوحيدة التي لم تتمكن قوات الاسد من فرض نفوذ عسكري فعلي فيها منذ اتفاق التسوية في حين يرى اخرون ان القوات الروسية تسعى لسحب السلاح من جميع الاطراف في اطار اضعاف الوجود الايراني في درع التطورات الاخيرة في درع البلد ترافقت مع اطلاق دعوات وجهها ناشطون للخروج في مظاهرات ضدامنية لفك الحصار عن درع البلد وللتعبير عن الربض التام لكل سياسات النظام وميليشياته بحق اهالي المحافظة فالى ان تتجه الامور في درعه بعد تصعيد قوات النظام الاخيرة وما الدور الذي تلعبه موسكو في ادارة الامور هناك ليه النقاش معنا في الاستوديو رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية العميد عبدالله الاسعد ايضا ينضم الينا من باريس الكاتب والصحفي محمد العوياد ولكن قبل ان نبدأ النقاش سينضم الينا من درعه الصحفي عثمان المسالم عبر الهاتف عثمان لو تضعنا بداية في اخر التطورات في درع البلد ما هي الصورة لديك يسعد مساك ومسأل الحضور والضيوف جميعا اهلا بك كيف هي صورة التطورات اليوم في درع البلد الوضع الحالي في محافظة درع وفي منطقة درع البلد تحديدا كما يعلم الجميع يشهد توتر وتصعيد منذ الخامس والعشرون من الشهر الفات بسبب رفض المحافظة لالانتخابات المزعومة لاقت محافظة درع عقوبات شديدة لسبب رفضها لهذه المسرحية الهزلية وكانت بداية المناطق هي درع البلد تقوم الآن قوات النظام والميليشيات بمحاصرة احياء درع البلد مخيمات درع حي طريق السد واحياء درع البلد بإغلاق المعابر الرئيسية معبر حاجز السراية ومعبر المشفى الوطني وإغلاق لمعبر حاجز الجوية المؤدي إلى مخيم درع وقامت قوات النظام بفسح مجال لمعبر واحد تسيطر عليه قوات الفرقة 15 وقوات ميليشيات تابعة لفرع الأمن العسكري بقيادة مصطفى المسالمة الملقب بالكسم حيث شهد الحاجز اعتقال لأربع مدنيين اليوم اثنان منهم من بيت القطيفان هذا الحاجز المعبر الوحيد في المدينة حاليا ويلقى تجديدا أمنيا كبيرا حيث أن المعلوم بأن حي سجنة وحي المنشية يقعان تحت سيطرة ميليشيا الأمن العسكري وقوات الفرقة 15 ما معناها أن قوات النظام شددت الحصار أو الخناق على درع البلد تماما تماما ولم تدع سوى معبر وحيد ولكن عليه تجديدات أمنية ومضايقات كبيرة للأهالي شكرا وضع الراهن أيضا الأحياء المتاخمة لأحياء درع البلد كحي السحاري وحي السل شهدت تعزيزات وشهدنا ليلة الأمس وصباح اليوم تدشيم لقطاعات خديمة قامت قوات النظام بزج تعزيزات جديدة وقد شهدنا بحي السحاري تعزيزات في عدة أبنية مشهورة منها منزل العميد فايز سابقا والمباني المجايرة لحديقة حميدة الطاهر أو الفرع الأمني أو المعتقل القسري الذي كان تحت عصابة الأمن العسكري هذه المنطقة منطقة مرتفعة وتطل على أحياء درع البلد شهدنا اليوم تعزيزات وتحصينات ووضع لألسلحة ثقيلة منها رشاشات 23 و14 نص شاهد الأهالي في إلى هنا ودى الناشطة نعم تفضى تفضى معلومة مهمة جدا هذه المعلومة أكثر معلومة شهد اليوم في حي سجنة وحي المنشية وجود لميليشيا إيرانية يشك بأنها يشك بأنها عراقية اليوم شهد بعض الأهالي لميليشيات ليست من المنطقة وليست تتبع لا للميليشيات المحلية ولا للجيش العربي السوري شكرا جزيلا لك الصحفي عثمان المسالي من كنت معنا من درع عميد عبد الله مرحبا بك مجددا النظام يشدد الحصار على درع البلد برأيك ما خيارات المقاتلين هناك بعد الاتفاق الذي فرضه أصد الله الضابط الروسي بتسليم السلاح مقابل إبعاد الميليشيات الإيرانية نعم مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين ورضيفك الكرام في الواقع نحن أمام كرة الثلج كرة الثلج التي تتدحرج بدأت عندما بدأت المصالحات في درع وبضع النظام مع الروسي خطة من أجل أن ينهي كل ما المظاهر الثورية والفصائل الثورية التي كانت موجودة قبل المصالحة والتي طبعا لم تنتسب إلى أي فصيل من فصائل نظام أسد ولا لحزب الله ولا للفيلق الخامس في الواقع الآن الحصار طبعا كما تفضل مراسلكم الحصار تم الآن رفع سواتر من جميع الاتجاهات من جميع الطرق أصبح هناك طريق واحد فقط لا غير هو من تجاه سجنة منطقة السجنة الخيارات أمام المقاتلين في الواقع في عام 2015 في الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن عندما كان يتحصن الفرقة 15 التي ذكرت الفرقة 15 قوات خاصة التابعة للفيلق الأول تتحصن في درع البلد بالكامل في حي المنشية في المناطق المحيطة بدرع البلد المقاتلين الثوار استطاعوا تدمير كل هذه الدشم الدشم كان هناك دفاع محصن تحصين هندسي كبير جدا والألغام أمام المقاتلين كانوا هم في وضعية المهاجم والمهاجم طبعا مكشوف أمام المدافع واستطاعوا أن يدمروا كل النقاط نقاط الاستناد وأن يخترقوا دفاعات العدو الآن هم في وضعية طبعا ليس وضعية دفاع يعني دفاع جيش موجود الآن هم عبارة عن جماعة متنقلة تحمل سلاح من هو سلاح خفيف ومتوسط وبعض الشيء من الثقيل الخيارات أمامهم الآن يستطيعون يستطيعون أمام هذه الحملة طبعا الآن يعني ليس كما حدث في طفص منذ أشهر الآن هم طبعا اتخذوا قرار قرار الاقتحام يعني وطبعا الضابط الروسي اللهجة التي أحدث بها وضباط الفرقة الرابعة والحرس ومدعومين من حزب الله حزب الله الذي اتخذ مواقع دفاعية في منطقة المزاريب عند المبقرة والجامعات والسكن الجامعي والكنسروة طبعا الآن هو مع هؤلاء الذين حاصروا درعا طبعا أصبحوا متمترسين من أجل أن ينقضوا على درعا الخيارات مفتوحة أمام المقاتلين بعمليات الكماء والانقضاض على هؤلاء كما حدث في عام 2011 عندما اقتحموا درعا وكانت طبعا يعني أعداد الثوار كانت أقل من الآن وصمدوا الآن المهم في درعا أن هناك قرار للدفاع والتشبث بالمناطق التي هم فيها معنى ذلك أن الأمور متجهة نحو التصعيد بالتأكيد بالتأكيد لا يوجد أي وساطة حتى الآن أحبك مجددا السيد الكاتب الصحفي محمد العويد من باريس مساء الخير ربما السؤال في حال قبلت الفصائل أو المقاتلين في درعا بأشروط الروسية أن يسلموا السلاح الخفيف مقابل إبعاد الميليشيات الإيرانية ربما السؤال يكون عن الضمانات أليس كذلك مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين واسمح لي بعجالة أن أتوجه أيضا بالتحية لأهلنا في حوران على ثباتهم وصمودهم وأنقل بعض العتب السريع بعجالة قبل الذهاب إلى سؤالك بعض العتب عن غياب الموقف الرسمي للقوى السياسية السورية سواء الهيئات الرسمية أو حتى الشارع الثوري هناك غياب ملحوظ للتفاعل حول ما يجري في درعا لا ننسى ونتذكر جميعا أن درعا تمثل هذه الرمزية ودرعا البلد تحديدا تمثل يعني ولادة الثورة واستمراريتها بصورها وأشكالها وما عانته خلال العشر سنوات الماضية وبالتالي التحدي كبير ومن هنا أتوجه للجميع بإعلاء الصوت وإيقاظ الضمير العالمي في محاولة لوقف ما يجري في درعا البلد أمام ثلاث قوة متوحشة الإيراني والروسي والنظام السوري بالعودة لسؤالك زميل همام بتقديري أن اللجنة المركزية للمفاوضات في الجنوب أعطت موقفها النهائي وقالت أنها لم تسلم السلاح ولن تذهب إلا لتفاوض يحترم الطرافه بمعنى لا تفاوض تحت التهديد ولا مجال لهذا الابتزاز الذي تمارسه روسيا وبتقديري وهنا أختلف مع سيادة العميد يعني استمعت إلى آخر ما قاله بتقديري أن روسيا وهذا ما أتمناه شخصيا أن روسيا لن تذهب إلى الخط الأحمر بهذا الاتجاه ربما تلعب على بعض الضغوط لكنها لن تذهب بهذه المواجهة إلى حدها النهاي ومن هنا بتقديري قراءة أهلنا في درعاء البلد يعني بهذا الاتجاه لأنهم يدركوا أن روسيا إذا ذهبت إلى هذا الاتجاه ستشعل عموم المنطقة الجنوبية درعاء كاملة والسويداء والقنيطرة يعني نتحدث عن جغرافيا وعدد سكان يقارب المليونين ساكن هناك جميعهم قابضين على جمر النار بانتظار تسوية سياسية تحقق لهم الحد الأدنى من مطالبه الحرية والكرمة نعم زمين محمد هل روسيا تحاول طرح مقاربة جديدة للتسوية في درعاء البلد خصوصا مع ذكرها نقطة إبعاد الميليشيات الإيرانية وبذلك ترضي أكثر من طرف ليس فقط الأطراف السورية ترضيها بإبعاد الميليشيات الإيرانية بتقديري إبعاد الميليشيات الإيرانية هو مطلب إقليمي لا ننسى أنه مطلب إسرائيلي بالدرجة الأولى ومطلب جوار سوريا المملكة الأوردنية الهاشمية وجزء من الخليج العربي وهذه أصلا جزء من التسوية التي تم التوافق عليها في منتصف 2018 وبالتالي إبعاد الميليشيات الإيرانية قد يغري بعض القوى في درعاء القوى الشعبية أو بعض أبناء الثورة لكن بالمطلق لن يتم تسليم السلاح الفردي لأن زميل همامي هو سلاح فردي لا قيمة بالحقيقة لا قيمة له بالمواجهات العسكرية يعني نتابع دول كاملة الولايات المتحدة المواطن العادي لديها السلاح الفردي فما بالك بأبناء محافظة درعاء الذين يعيشون تحت التهديد اليومي بالاغتيال بحسب مكتب التوثيق بتجمع أحرار حوران أكثر من 700 محاولة وعملية اغتيال تمت منذ التسوية 2018 إلى الآن هذا رقم مرعب من يقوم به هو الميليشيات التابعة سواء للإيراني بالفرقة الرابعة أو الميليشيات التابعة الأجهزة المخابراتية عن محاولة زعزعة الاستقرار يعني يقفي الناس ما عاشته ليس في الجانب الأخلاقي لكن بمعنى أن التسوية أساسها هي ليست تسوية شاملة هي تسوية مؤقتة بانتظار التسوية النهائية والجميع يترقب في سوريا في حوران وفي خارجها وفي الشمال وفي السويداء وفي حرص وجميع المناطق التي تم بها التسويات وبتالي الاقتراب من نكأ هذا الجرح بعملية عسكرية في درع البلد أعتقد أنه سيفجر الوضع مجددا بدرجة لن تصمد روسيا على مواجهته ومن هنا أعتقد أو قراتي أنها لن تذهب لهذه المواجهة فقط أسمح لي أن أختم أن أبناء درع لديهم هذه الخصوصية أنهم خلال العامين المنصرمين من 2018 استطاعوا أن يقدموا نموذج للمقاومة السلمية للمقاومة المشرفة لمقاومة رفض المحتل الروسي والإيراني والأسدي من خلال التظاهرات ومن خلال مقاطعة الانتخابات وبالتالي الآن لم تجد روسيا المبرر لإنتخول بأنها تأتي ضمن إجراءات عقابية بعد الموقف الرافض الذي أبدده درع إزاء الانتخابات الرئاسية قتل عارف الجهماني أحد رجالات حزب الله عميد عبد الله اليوم الأمور يعني التوقعات تذهب إلى أن الأمور قد تتجه نحو التصعيد ولكن علامة تعويل بالنسبة لدرعه يعني أنا قلت بالنسبة لهذا الموضوع هو الطرف الآخر الروسي مع الإيراني مع نظام ميليشيا أسد طبعا متفقين على أن كرة الثلجة التي تحدثت عنها ستتحرج وتنتهي في النهاية إلى ما يسمىه الهدف النهائي لعملية دبيب النمل التي يتباح الروس في درعه في الواقع يعول أهالي درعه على أنهم أثناء تعرض لأي خطر الكل يجتمع على أنه يجب أن يقف جنبا إلى جنب مقتل أحد الشبيحة هذا يدل على أنهم جاهزون جاهزون للتخلص من كل العملاء الذين دخلوا بينهم واتخذوا طبعا قرار ووصلوا إلى مرحلة وعرفوا أن من سيسلم سلاحه سيصيبه ما أصاب الذين قبله الذين قبلهم طبعا بعد انتهاء المصالحة تم جمع الخلايا النائمة وجاء بأحد الأشخاص من قائد الفصائل أتوا به إلى درعه وهو مرتبط مع فرع المنطقة الجنوبية بالسويداء وقتل قائدة الفصائل الثورية وعناصر من الفصائل فلذلك يعني هالي درعه يعولون على أنهم طبعا يستمدون قرارهم من كبارهم يعني درعه الآن التي انتفضت في عام 2011 من أجل أطفال صغار طبعا وهانت الكبار طبعا هم الآن هم الآن مستعدون للدفاع عن الأرض وعن العرض وما شاهدناه يوم أمس من كتابات وبيانات على الجدران بأن إرث الأجداد لم يفرط به الأبناء هذا الموضوع وبالتالي من الممكن أن تتراجع قوات النظام أو أن يتراجع الروسية عن الشروط المفروضة على الأهالي في درعه والفصائل أنا سأعطيك معلومة وليس التحليل معلومة بأن طبعا رئيس فرع الأمن في السويدة قال بأن بعد أن يؤدي الوريث القاصر بشار القسم في 17 تموز المحوض له سنعمل على حرق الأرض كلها نحن فعلناه معكم كان عبارة عن شد ورخي من أجل انتخابات بشار الأسد الختام معك أستاذ محمد بدقيقة واحدة دهمني الوقت تعليف أخير عن الموضوع أتمنى وهذا تقديري وقراءتي أن الروس لن يذهب لهذه المعركة بخطوطها الحمراء لأنه إذا بدأت بدرعا وهذا مطلب نتفهم أنه مطلب أو نتذكر أنه مطلب لقيادات حزبية وعسكرية كما أشار سيادة العميد لكن إذا بدأت بدرعا البلد ستنتقل مباشرة إلى الشرق في بصر الشام وقراها وستنتقل إلى نوى شمالا وقراها وإلى الغرب طفس ومحيطها ولمزيريب وبالتالي هذا أيضا سيؤدي إلى رسالة سريعة وعاجلة إلى السويدة بأن السلاح الموجود أو السلاح الفردي الموجود بدرعا والمظاهرات السلمية لم يسمح بها الروس وبالتالي الدور قادم إليكم وهذا أيضا سيطبق في القنيط وبالتالي بتقديري أن الروس ليس بواحد فتح هذه المعركة التي ستيقظ مجددا الضمير العالمي لأننا سنكون أمام احتلال صريح ومباشر وأكثر من وقح لا يتحمله العالم بعد آمال بالتسوية السياسية شكرا لك الكاتب والصحفي محمد العوايد كنت معنا من باريس الدراسات الاستراتيجية كان معنا في الستوديو مشاهدين أشكركم أيضا على حسن المتابعة زيرو سوريا دي تي بي لكم مني مني من فريق العمل أطيب تحيي إلى اللقاء